كيف نقرأ القرآن ومرادنا بالقرائح التلقي والتعامل هناك خطأ فاحش وقعت فيه الأمة منذ القديم وإلى هذا اليوم في كيفية قراءتها للقرآن الكريم وهذا الخطأ هو القراءة المباشرة للقرآن القراءة المباشرة ولدت على مر التاريخ ولا زالت تولد الكثير من الانحرافات الفكرية والانحرافات العملية هذه القضية لا تختص بالقرآن الكريم وإنما تشمل جميع العلوم القراءة المباشرة لأي علم خطأ فاحش لنمثل لنمثل بمثال واضح القراءة المباشرة لكتب الطب هذا خطأ أنتو الآن أخذوا الكتاب الطبي وطالعوه سوف تفاجأون بوجود تناقضات هائلة في الكتب الطبية في مكان يقول الأسبرين علاج ناجع وفي مكان آخر يقول لكم الأسبرين حذارة منه هذا الدواء قاتل أنتو عندما تطالعون تقولون هذا شلون كتاب متناقف تأخذون بالكتاب وترمونه جانبا ولكن عندما يأتي هناك شخص خبير في الطب يقول لا ماكو هناك تناقض هذا يتكلم حول داء معين وذلك يتكلم عن داء آخر تقولون عجيب كيف غفلت عن هذه القضية يقول هذا مدليلة هذا الدليل ما في تناقض كيف غفلت عن هذه القضية طبيعي ماكو هناك وجه للتعجو طبعا واحد يغفل عن القضية عندما يتخذ منهج القراءة المباشرة للكتب الطبي المنهج لا يكفي نحتاج إلى جانب المنهج إلى من يعلمنا ذلك المنهج المنهج والمعلم إذا ما كنا نحتاج إلى معلم لكان يجب علينا أن نغلق جميع المستشفيات في العالم وجميع عيادات الأطباء ناخذ كتاب طبي نطبع منه مئة مليون نسخة نضع في كل بيت نسخة من هذا الكتاب الطبي اقروا الكتاب وعملوا به نتمكن لا نتمكن أظن سابقا مثلت لكم بهذا المثال أنتوا تريدون أن تقوموا بعملية قلب مفتوح لشخص مبتلى بانسداد الشرائي اطلعون الكتاب الطبي وتطالعونه بدقة ثم تذهبون إلى غرفة العمليات وتأخذون المبضع وتشقون صادر المريض ما هي النتيجة؟ النتيجة الحتمية أن هذا المريض المسكين سوف يقضي نحبه بين أيديكم أكو عاقل عنده جرأ على أن يقوم بعملية قلب مفتوح طبق الكتاب الطبي أي عاقل لا يقوم بهذا العمل لازم عشرين عام ثلاثين عام تذهب وتدرس وتتلمز وتتواضع للأستاذ على قول المطول إلا بطول خدمة هذين العلمين حتى تكون طبيبا هذه الحقيقة تنطبق أيضا على القرآن الكريم القرآن الكريم بذاته حذرنا من القراءة المباشرة له النبي الأعظام صلى الله عليه وآله لتتعجبون حذرنا من القراءة المباشرة للقرآن الكريم أين القرآن الكريم يقول كما يقوله بعض المفسرين الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه الله كان كنا الصبح نقوم نشوف في بيت كل واحد مننا أكو قرآن ما الحاجة إلى النبي الأعظم النبي مبين للقرآن القرآن يحتاج إلى مبين أكو آيات واضحة في القرآن ولكن القرآن كله مواضح بعض آياته واضح لتبين للناس ما نزل إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حذرنا من القراءة المباشرة يعني بدون واسطة للقرآن الكريم أين حذرنا على مرأة مئة ألف شخص من المسلمين أو أكثر مئة وعشرين ألف واحد في حجة الوداع راجعوا خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين الألفاظ مختلفة شنو معنى هذا الكلام؟ القرآن وأهل البيت القرآن كتابه هداية أو كتابه ظلال بل القرآن كتابه هداية بشرطه وشرطه المعلى مضافا إلى بقية الشروط القرآن يقول لاحظوا سورة البقرة الله سبحانه وتعالى كلامي في أن القرآن كتاب هداية بشرطه بشروطه الكتاب الطبي كتاب شفاء بشرطه وشروطه وإلا بدون مراعاة هذه الشروط فهو كتاب هلاك القرآن الكريم يقول وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ثم القرآن الكريم يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فالقرآن يضل لأن الشرط لم يتوفر كتاب ابن سينة يهلك ليش لأن الشرط لم يتوفر وما يضل به إلا الفاسقين القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لازم ترجع إلى الراسخين في العلم قراءة القرآن كقراءة كل علم تحتاج إلى وسيط هذه القراءة المباشرة القراءة بلا وسيط الوسيط الذي عينه الله الوسيط الذي عينه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم ولدت على مر التاريخ من المشكلات الفكرية والعملية الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه هو الإيمان برز الإيمان كله إلى الشرك كله الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه نفس رسول الله بنص آية المباهرة ولكن جماعة رفضوا القراءة مع وسيط أرادوا أن يقرأوا القرآن بشكل مباشر تدرون إلى وين انتهوا انتهوا إلى تكفير علي بن أبي طالب صلى الله عليه يقولون هذا كافر وعدهم دليل من القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الإمام كان يقول لهم على ما أتذكر أنا القرآن الناطق تعالوا أفسر لكم ولكن القراءة المباشرة انتهت إلى هذه النتيجة طبعا كثير منهم كانوا ذوي قلوب مريضة ولكن كان هناك بعضهم خطأ فكري الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الآن هذه الحركات التكفيرية المنحرفة الموجودة في العالم الإسلامي والتي تعطي أسوأ أسوأ انطباع للعالم كله عن الإسلام أين يكمن الخطأ؟ إحدى مكان من الخطأ القراءة المباشرة للقراءة القراءة المباشرة يأتي يقرأ الآية الكريمة بدون أن يرجع إلى من أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه بدون أن يرجع إلى المبيه يقول كل الحكام كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذن كل هؤلاء الحكام كفر ضموا هذه الآية إلى آية أخرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إذن قاتلوا جميع الحكام تسع وتسعين بالمية من المسلمين كافرين ليش؟ لأن الله تعالى يقول شوفوا القراءة المباشرة إلى أين تنتهي الله تعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان تسع وتسعين بالمية من المسلمين في منطقهم يعبدون الشيطان يطاعة الشيطان الذي يطيع الشيطان كافر هذه الصغرى الكبرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وتنتهي القضية إلى هذا التناحر الدموي الموجود في العالم الإسلامي اشتركوا في القناة